اشتركوا في القناة بمؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال العربي السابع الذي يقام بتنظيما من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصهيرة والمتوسطة بحضور مع السيد علي بن صالح الصالح رئيسي مجلس الشورى وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وعدد من المسؤولين والشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال رواد أعمال وشركات ومؤسسات تجارية وتقنية واختصادية بالإضافة إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتنهية الصغر من مختلف دول الخليج العربي اجتمعوا في مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال السابع الذي تحتضنه مملكة البحرين في نسخته العربية هذا المؤتمر كان على مستوى الخليج وحين صار على مستوى العالم العربي وأتمنى إن شاء الله يصير على مستوى العالم لأنه فعلا قاعد يرفض للشركات الخامات الطيبة والخامات الجيدة التي تمنىها وتشرف البحرين إن شاء الله بإذن الله مشاركة من 17 دولة عربية شاركوا معنا بالحضور وبيقدمون لنا أوراق مهمة تهم قطاع مؤسسات الصغيرة ومتنهات الصغر وتدعم قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال العربية نحن اليوم طبعا راح يكون عندنا تسليط وتسليط مهم على أهمية شون يكون عندنا اقتصاد مستدام شون يستفيدون من التمويلات وشون العقبات اللي هما يواجهونها عشان سيحصلون تمويلات خصوصا إذا هما حابين يشتغلون خارج دولهم مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال بيهتم جدا بريادة الأعمال برواد الأعمال فالمؤتمر في حد ذاته هو ملتاقة للفكر المؤتمر بيحصل فيه تشبيك خلال السنين اللي فاتت وحصل فيه أكتر من قصة نجاح كبيرة واتنقلت الأفكار من بعض الدول لدول تانية المؤتمر يعد فرصة مواتية لتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين واستلهام قصص النجاح والمضي قدما نحو تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد في الوطن العربي وذلك عبر جلسات وورش عمل تفاعلية هذا المؤتمر تبقى لك تعرفنا على ناس أكثر تعرفنا على شركات ناشة أكثر وكيف يساعدونه وكيف يحن نساعد بعض وحتى يعطونا أفكار هذا الشيء في أوقات نزينة نحتاج هذا الشيء خاصة أن الشركات ناشة يركزون على شيء واحد وهو المنتج حقهم ويبي يجوين طول وقت مرات ينسوا الشيء تصير حوالينهم فهذه المؤتمرات تساعد أنك تفتح عيوننا أنا شايفة النتويكينج والكونكشن دي حاجة مهمة جدا في فكرة تبادل الخبرات أو فكرة نقل حتى إيبن المعلومات أو فكرة التبادل الأفكار حتى لو مثلا في نقص معين في حتة معينة هنا أو نقص معين في حتة معينة عندنا ونقدر أن نجمعها مع بعض فمن خلال الكونكشن ومن خلال التواصل مع الناس وتعرف عليهم أعتقد أنه دي بتبقى فرصة كويسة جدا لفكرة البريدجينج اللي بتعملها كل الدول مع بعض تحدثنا بالمحاور بالجلسة عن أهمية أحاضينات الأعمال والدور الكبير اللي بتلعبوا اليوم مع الشركات الناشئة وحكينا كثير عن التحديات اللي عم بتوجهها وخاصة بالتمويل فكان عنا كثير حلول طرحناها المؤتمر في موسمه السابع يشهد مشاركات عربية واسعة وخبرات متنوعة وتخصصات مختلفة تلتقي لتتبادل الخبرات وتضع المزيد من التوصيات التي ستساهم في تقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة وفرصة جيدة لتبادل الأفكار والتي سيكون لها دور فاعل في تطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على ريادة الأعمال لخلق فرص حقيقية أمام النمو التجاري المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني في الوطن العربي خولة لغرينيس مركز الأخبار تلفزيون البحرين